المال بدلا عن الغذاء توجه ذهب إليه برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة أواخر أكتوبر الماضي توجه يقول مراقبون أن خطورته تكمن في تلبية البرنامج لمطالب قيادة الصف الأول في ميليشيا الحوثي الإيرانية دون أي مراعاة لمعاناة السكان في تعز ذلك أن ما يسعى إليه البرنامج يعد حصارا إضافيا للمحافظة المحاصرة أصلا من قبل ميليشيا الحوثي الإيرانية هذه الخطوة في هذا الوضع الاقتصادي المدهور سيكون لها أثر سلبي على المواطنين لذلك تم تأجيل هذه الخطوة بل ترحيلها حتى تم تحسين الوضع الاقتصادي قُبلت محاولات الغذاء العالمي برفض رسميا وشعبي ما أدى إلى فرض عدد من الإجراءات بدت وكأنها عقوبات لأبناء تعز تمثلت بإلزام المستفيدين وأسرهم بالحضور إلى مراكز التوزيع لأخذ صور وبصمات ومعلومات لم يدل بها المواطن إلا في أجهزة الدولة وهي معلومات استخباراتية يقول المستفيدون أنهم لم يواجهوها إلا في استخراج الهوية وتعاملاتهم الخاصة اتهمات السكان تشير إلى أن برنامج الغذاء العالمي استغل الرفض الجامع لمقترحاته في تنفيذ إجراءات تمس الأمن القومي للمحافظة حيث بدى تحويل المساعدات الغذائية إلى مساعدات نقدية مبررا لجمع معلومات استخباراتية تستفيد منها الميليشيات الإيرانية في إعداد التقارير والدراسات التحليلية للتكوين الديمغرافي والسيكلوجي للمجتمع هطورة توجه برنامج الغذاء العالمي بتحويل مسار المساعدات الغذائية في اليمن وتحويلها إلى مساعدات نقدية أعتقد أن هذا سيفتح المجال واسعاً أمام الفساد وعمليات مشبوهة تقول استطلاعات الرأي أن محاولة الغذاء العالمي تأتي خدمة للميليشيات الحوثية عزم البرنامج على تتشينها في تعز قبل صنعاه كي لا يكشف دعمه المباشرة لحرب ميليشيات الحوثي الإيرانية لا أريد أن أقول أي شيء هذه قوت الناس قوت المواطن قوت المواطن لا نريد فلوس أسدل الستار وتكشفت الحقائق عن الكثير من المواقف السياسية والإنسانية الخارجية تجاه اليمن فالتحول الغريب في مسار برنامج الغذاء العالمي لم يكن توجهاً أحادياً بل هو نتاج لتقلبات المشهد السياسي البريطاني تجاه اليمن أظهر من خلاله سطوته على أعمال البرنامج جملة تساؤلات خلقها قرار برنامج الغذاء العالمي لدى سكان عن موقف الأمم المتحدة من مخالفات المنظمة التابعة لها أم أن سطوة المملكة العجوز ستحميها سلطتها في مجلس الأمن الدولي عبدالعز الزبحاني يمن خبر تعز